اشتركوا في القناة هل يوم الطبيب العالمي ولا يوم الطبيب العربي ولا يوم الطبيب المصري لا والحقيقة يوم الطبيب المصري هو يوم 18 مارس ده حياء لذكرى تأسيس أول مدرسة للطب في الشر الأوسط والعالم العربي ودي كانت من 1827 يعني يا فعلا يعني من أيام محمد علي دي محمد علي لما بعت البعثات الحاجة اللي احنا عرفنا في تاريخ كلنا بعد بعثات من مصر لأوروبا يتعلموا العلوم الحديثة الهندسة والطب وهكذا رجعوا من من أوروبا سنة 27 1827 اتأسست أول مدرسة للطب وكانت في أبو زعبل في الخانكة في أبو زعبل وبعد كده بعدها بعشر سنين سنة 37 اتبرع العيني باشا بالأسر بتاعه اللي هو بعد كده سميت قصر العيني اتنقلت مدرسة الطب بعدها بعشر سنين للأسر العيني اللي هو معروف ما كانه دلوقتي فإحنا بنتكلم على أول مدرسة للطب في العالم العربي كله وفي الشر الأوسط أول مدرسة بدأت بعدها مدرسة حديثة لتعليم الطب كان بعدها بحوالي 80 سنة أو 90 سنة في لبنان يعني أول كلية بعدها بتسعين سنة فأنت لك أن تتخيالي يعني تاريخ الطب في مصر وعرقته طبعا يعني وبعدين الحال بقى اللي احنا فيه دلوقتي عشان كده بقى اللي ده كان سؤالي تاني ممكن بمناسبة يوم الطبيب اللي احنا محتفل بيه دلوقتي إيه آخر أخبار أحوال الطبيب المصري أحوالة طبعا حضرتك عارفة وأستاذ المشاهدين جميعا أن أحوال الطبيب المصري بقت أحوال سيئة جدا جدا وأحوال الطب في مصر أحوال ضعيفة يعني أحوال سيئة جدا لا تليق أبدا بعراقة الطب في مصر وده نتيجة إهمال عبر سنين طويلة أكتر من 30 سنة أو 40 سنة قادر أقولك بالتحديد لأنه الطب في مصر مر بمراحل فدلوقتي وده اللي أوجب أنه في الدستور الجديد يكتب نص خاص بزيادة ميزانية الصحة خاص بتحسين أحوال الأطباء وكادر المهني مكتوب كده تحسين أحوال الأطباء والعاملين بالمجال الطبي ده معناه أنه ده إدراكا لأنه الأحوال وصلت لدرجة من السوق يعني سيئة جدا الكادر المهني فاندم والمرتبات وإيهاني فيه جزئين في الموضوع الجزء الخاص بالأطباء أحوالهم المهنية الكادر اللي نطالب بمشروع الكادر اللي هو فيه شق مالي وشق إداري فيه شق إداري خاص بقواعد الترقية والنقل والانتداب والتكليف والدراسات العليا وحصوله على الشهادات العليا والمسائل دي كلها والشق التاني خاص بالوضع المالي لأن الوضع المالي طبعا أقل من الحد الأدنى للأجور يعني الدكتور بيقبض أقل من بعض الأطباء بيقبضوا أقل من ألف جنيه فعلا وده أقلم الحد الأدنى للأجور اللي تحسب على أنه يوفر الحاجات الأساسية للإنسان اللي هو العامل البسيط الغير مؤهل لما نقول الحد الأدنى للأجور ألف ومتين جنيه مقصود بيها الحد الأدنى للعامل البسيط الغير مؤهل والغير دارس فما بالك بالطبيب اللي هو أصعب دراسة وأطول دراسة في سنوات الدراسة لا أخير أنه مفروض يبقى طول الوقت بيدرس وبيذاكر طول الوقت بيحتر مؤتمرات والدراسات العليا وغيرها وغيرها ده صحيح احنا في الطب في حاجة مهمة أو اسمها التعليم الطبي المستمر طبعا ما فيش مهنة تانية بتستوجب ذلك يعني المهنة التي تستوجب ذلك بشكل مش اختياري يعني لا يرجع لهوى الطبيب الطبيب ملزم فعلا أنه يتابع التطور في الطب وملزم بأنه يدرس باستمرار وبالتالي كل الأطباء مملزمين هم يعملوا دراسات عليا وياخدوا كورسات وكريدت كل ده تكلفاتها عالية جدا وكل ده تكلفاته عالية فحال الأطباء طبعا كل ده بقى المفروض يبقى وده اللي تفاوضنا فيه مع الوزارة أنه كل ده المفروض يبقى على نفقة جهة العمل على نفقة الوزارة أو إذا كان بيشتغل في الجيش أو بيشتغل في أي حتة الطبيب جهة العمل لأنه تدريب الأطباء وتعليمهم حتى في أوروبا مسؤولية جهة العمل حديثة ذاكر من شوية محمد علي مؤسس دولة الحديثة يعني إيمانا منه بأهمية الطب وإيمانا منه بأهمية الثقافة وأهمية تطوير البلد وبناء مصر كدولة حديثة وإرسال بعثات إلى الخارج بالضبط على نفقة الدولة وإنشاء مدارس حديثة تطبق العلم الحديث إحنا أريد أن نطبق العلم الحديث في كل المجالات فده شق الشق التاني بقى المنظومة الصحية نفسها يعني محمد علي اللي بدأ الطب الحديث في مصر طب ما هو حد يسأل طب قبل كده كان الطب بتعمل إيه في العالم الثالث وفي الدول دي كلها وكانش فيه طب الحديث كان فيه طب التداوي والأعشاب والعطار والحاجات دي كلها إنتي دلوقتي محمد علي حطنا على الحداثة في 1827 إحنا فضلنا ماشيين كده بالمومنتم يعني بالدفع الذاتي لغاية بعد الثورة في 52 بعد الثورة في 52 يمكن في الستينات كان جي وزير صحة اسمه نابو المهندس المشهور قوي والغاية دلوقتي فيه المستشفى نابو المهندس هو مش عارفه ده كان أشهر وزير صحة جي مصر وفي الستينات عمل خطة لنشر الوحدات الصحية في كل قرى مصر أول واحد كان عنده رؤية قومية أو رؤية وطنية على مستوى الوطن لتقديم خدمة صحية ومد الخدمة الصحية لكل أبناء الوطن بدأة موفقة جدا كونسيستنسي بقى موجودة لا لا ده تم في الستينات مصر دخلت في حروب وبعدين بعد حرب 73 خرجنا الاقتصاد ضعيف طبعا كان لازم بناء البنية التحتية مع بقى الانفتاح مع الانفتاح في السبعينات الانفتاح الاقتصادي وتصور ان الغرب هو اللي يحل المشاكل كلها و99% من أوراق الحل في إيد أمريكا وده احنا شوفنا أمريكا بتعمل إيه وكان فيه ناس بتروج لده من نظام السادات كان بيروج لده في المنتصف السبعينات وبعدين بدأ بقى الدولة تشيل إيدها من مسئولية الدولة مسئولة عنها تتوسع في تقديم الخدمات الصحية لأن المواطنين بيزيدوا الدولة مسئولة عن كذا فالدولة تخلت عن دورها وظهر بقى يتشجيع القطاع الخاص سواء القطاع الخاص على جميع القطاعات يا فندم في مصر على جميع المستويات كمان أنا عايزة أقول لحضرتك أستاذة دينا أن تشجيع القطاع الخاص بقى انت صوروا ان القطاع الخاص هو اللي هيقدم الخدمة الصحية للشعب المصر هو اللي هيجي السيفر زي ما بيقول بالضبط المنقذ فراح القطاع الخاص عامل إيه عمل مستشفات استثمارية في قلب القاهرة تعالج الأغنية طب والفقر يتعالجوا إزاي حتى مش عارفين يروحوا مستشفة شبراء العام أو الخازندارة أو المستشفات العامة دي فيعملوا إيه يروحوا المستوصفات وظهر ما سمي بقى بطب الجوامع المستوصفات اللي هي بتقدم خدمة رخيصة أو قليلة التكلفة للمواطن الغلبان أو المتوسط وطبعا خدمة لأنها قليلة تكلفة لاست على المستوى الصحي المطلوب وما فيش متابعة وما فيش رعاية ولا فيه إشراف من الدولة على المستوصفات دي كلها فبقت المستوصفات قاعدة فيه بيزنس على مستوى الفؤرة يمص دم الفؤرة وفيه بيزنس على مستوى الأغنية متمثل في المستشفات الإستثمارية وبرضو المستشفات الإستثمارية لا تخضع برضو لرقابة دولة ولا تخضع لأصول متعارفة عليها طبعا بقت بيزنس كمان يجب أنه يبقى بيزنس أبدا وأنا أفتكر حاجة مهمة أحب أقولها لك كان في إنجلترا بعد الحرب العالمية التانية عايزين بقى يطوروا الخدمة الصحية في إنجلترا وعملوا الخطة حزب العمال عمل خطة بتاعت إنه تقال إنه طول ما الطبيب هياخد من جبل المواطن من جبل المريض أمر مساحة تتصلح عايز أقول طول ما الطبيب عينه على هياخد فلوسه من المريض يبقى أمر مساحة تتصلح لأنه المسألة تخش فيها مصالح شخصية دفعنا يا فندم دلوقتي بقيت أسمع كلمة غريبة جدا يعني الطبيب ده مفروض أنه يكون قلبه رحيم ومهنة مهمة جدا كمان دلوقتي بقيت أن نسمع ما تيجي مثلا حد يجي بيسأل لحد عايز يعرف دكتور يقول له آه ما عليش دين نمر الدكتور بس ياريتي يكون عنده ضمير أستفى أنا معك ليه بقى؟ لأنه الموضوع تحول إلى بيزنس حولوا الصحة إلى سلعة وده هو الفكر اللي جه بعد الانفتاح في مصر والفكر بتاع رجال الأعمال اللي قادوا مصر عبر العشرين سنة اللي فاتوا اللي تلاتين سنة وتجلى ده بقى في آخر عشر سنين بتوع لجنة السياسات وجمال مبارك وشلته ومش عايز أقول يعني أنه الطب بقى سلعة تخضع لقوانين السوق والعرض والطلب واللي معاه يشتريها واللي معهوش ما يلزموش وليحسيني كفندم كمان إن دكتورة بتوعنا نحن كمصريين هم دكتورة يعني بيحترموه بره بطريقة غير طبيعية وبيتمي الاستعانة بهم في معظم الدول سواء الأجنبية أو سواء العربية لفتح مستشفيات والعمل بالمستشفيات في ضلنا دسعي القضية إيه بقى إن إنجلترا عملت إيه منعت تماما إن الطبيب يأخذ فلوس من المريض والدولة هي اللي تدي له الفلوس تعيشوا عيشة كريمة وتشغلوا في المستشفيات وعملوا الصحة العامة أو الناشنال هيلد سيرفس بتاعت إنجلترا مستشفيات في كل حتة وعملوا مستوى خدمة ومستوى جودة لا يميز بين المريض الغني أو المريض الفقير وبقوا يقولوا حتى الوزير بتعالج زي وزي الملكمان يعني اللي بيوزع زيز اللبن على البيوت الصبح اللي هو أكتر وظيفة مش محتاجة أي كفاءة لأن الدولة يا فندي مثل ما حدفك قلت الدولة هنا دورها كان موجود مسؤولة وانا بقول حتى في الدول الرأسمالية في الصحة هي قمة الاشتراكية يعني الصحة والتعليم ما فيهاش وجهات نظر لابد أن تكون مسؤولية الدولة مين اللي يدفع لإما تأمين صحي وعشان كده برضو في الدستور ده نص على أنه لازم تحط خطة من أول حكومة تيجي لازم تحط خطة على مدى خمس سنين أو عشر سنين يحط خطة موضوعية وقبالة للتطبيق أن تعمل النظام تأمين صحي شامل لكل المواطنين في مصر وكلنا ندفع اشتراكات كل واحد حسب دخله والأقل من الحد الأدنى للدخل الدولة تدفع له بس عند تقديم الخدمة لما أنا أعيا أو حضرتك لقدر لا تعيي لما نروح نتعالج ما يبقاش فيه فرق بيني وبينك علشان أنت بتدفع اشتراك كبير وأنا أدفع اشتراك صغير يعني نمر واحد لا يصح التمييز بين مواطن ومواطن عند تلقي الخدمة الصحية على أساس مستوى المادي أو دفع قد إيه في التأمين الصحي وده عكس اللي كان بتعمل برضو قبل الثورة بتاعة 25 يناير كانوا عاملين الخدمات الصحية حزمات وكل أنت بمقدورتك بقى تشتركي في حزمة أكبر تاخدي خدمة أكتر وهكذا فلا يصح التفريق بين مريض ومريض عند تلقي الخدمة الصحية نمر اتنين لا يصح الدفع عند تلقي الخدمة الصح جدا في أي دولة محترمة نحن بنقول التأمين الصحي سي فرنسا وألمانيا الدفع إمتى بدفع اشتراك سنوي أنا حسب داخلي تمام وبعدين لما أجي أتلقي الخدمة ما حدش يطلب مني فلوس لأن ممكن نعيا في يوم أنا ما فيش في جيبي ولا مالي وأنا راجل كويس ومؤتدر أو حياتي مستورة وممكن في يوم تاني في جيبي فلوس كتير المرض ما بيعرفش أنا في جيبي فلوس ولا لا وبالتالي عند تلقي الخدمة لا يجب الدفع عند تلقي الخدمة أسوأ أنظمة صحية في العالم هي الدفع عند تلقي الخدمة وده عايز أقولك في الآخر في النقطة دي في مصر بقى آخر إحصائية عملت قبل الثورة على تقارب لـ 25 يناير كان 76% مما يصرف على الصحة في مصر بيسموه أوتف بوكت يعني من جيب المواطنية يعني موازنة الدولة ما بتدفعش غير 33% و67% من جيب الناس ده نهيك عن مستوى الخدمة اللي أنت بتشتريها بالفلوس دي مستوى خدمة متردية ما فيش كفاءة ما فيش معايير جودة وهكذا يمكن فانتم أنا سعيدة جدا وأنا قاعدة ما حضرتك ومش عايزة وقت يخلص بس أنا قدامي دقيقتين والإضراب الجزء وصل دلوقتي لأسبوعه الثالث النتاج اللي حقاته لحد دلوقتي وفي ناس كتير مش ناس كتير خلاني أقول أني فيه ناس شايفة أن ده مش وقته ومع أن حضراتكو أكيد عندكو حق في المطالب تفضل هو شوفي أنا برضو بشكرك على فتح هذا الموضوع الحساس حاجات وقته ومش وقته دلوقتي الأطباء ليهم مطالب عادلة ولا مش عادلة عادلة طمعاً عادلة ومطالبهم لا تقتصر فقط على مطالب مالية فيها مطالب خاصة بالمنظومة كلها خاصة بالكدر الإداري بتاعهم وهكذا وفيه لجنة تفاوض مع الوزارة دلوقتي شغالة لجنة الإضراب بتتفاوض مع الوزارة أنا بتمنى أنه يوصلوا الحل مع لجنة التفاوض مع الوزارة يوصلوا الحل الوزارة لازم فيه شفافية في التفاوض يحددوا والله الوزير يقول لهم والله أنا أقدر أعمل كذا وما أقدرش أعمل كذا لما يبقى فيه شفافية وصدق والوزير لازم يبقى عارف أنه هو ليش مسؤول عن انهار منظومة الصحية هو لسه مستلم وزيره من ثلاث أسابيع المنظومة الصحية منهارة جدا هو يقدر يعمل ايه في المدى ده يقول والله في خلال الثلاث شهور دول أقدر أعمل كذا وما أقدرش أعمل كذا ويبقى بوضوح ولما نقول نشد الحزام الكل يشد الحزام ما يبقاش شباب الأطباء يطلبوا بشد الحزام وفيه فلوس تانية بتهضر فيه قوافل طبية فيه مكافآت لناس كبار مرتبات ما جوش نحت الحد الأقصى لأجور خالص في الدولة لغاية دلوقتي في أي قطاع فعارفة الدولة تثبت للناس أن فيه نية صادقة للإصلاح وفيه جدية ويوصلوا ويبقى فيه شفافية ويوصلوا في التفاوض لحل وسط علشان نستوعب الموقف اللي احنا فيه احنا برضو مش سعاداء يعني الأطباء عمر ما الأطباء بيبقوا سعاداء وهم بيعملوا إضراب بس اللي أنا عايز أأكد عليه أنه الإضراب لن يدير أي مريض وأنه من حق المريض لو تعبان أنه يتعالج لو مش هتعالج في العادة الخارجية لو العادة الخارجية فيها إضراب يروح لاستقبال والطوارق لأن الإضراب لا يشمل لاستقبال والطوارق والأطباء اللي ما بيشغلوش في العادة الخارجية احنا اللي هم يتوجهوا للاستقبال والطوارق ويساعدوا زمالهم اللي في طوارق لأن طبعا العبقة هيزيد قوي على الطوارق والاستقبال وأنه أي مريض رعاية مركزة جاي في حدثة لن يدار وأنا بطمن كل المرضى لو أي مريض اتعرض لضرر يعمل شكوى فورا في الوزارة أو في النقابة دكتور أسامة عبدالحيو أكيد النقابة العامة للأطباء بشكر حقيقة فندم على وجودك جدا أنا استفدت جدا من التوديو مع حدثتك أشكرك وبتمنى كمان يكون فعلا الوزارة تسمع لمشاكل الأطباء لأن زي ما حدثتك قلت متهيئة لي هي وضحة مصر عامة حل مصر في القطاعات كتيرة جدا وعلى مستويات مختلفة جميع ده صحيح أشكرك كيف أنت أشكرك أشكرك وأشكرك سادة المشاهدين مرسي وبكده يكون خلص يومنا النهاردة من نهارك سعيد نشوفك بكرة وكرة عمل جديد ونهاركم سعيد